أولا حكومة الوفاق الوطني دعت اللص الجدران إلى الاجتماع في طرابلس واجتمعت به وعطته كثير من المال في سبيل أن يفتح الموانئ للتصدير لكنه لم يفعل منذ أكثر من شهر ونصف هذا الكلام لم يفعل بل زاد من شروطه وآخر الشروط وآخر الشروط الذي نعم توقيت السيد حفتر لهذه العملية سأتيكي على التوقيت أنت سألت هذه الموارد الجدران ليس في نيته فتح هذه الآبار للتصدير وإذا كانت هذه الحكومة لديها سيطرة على الجدران فلماذا يفرض شروطه عليها لماذا يبتز هذه الحكومة ولماذا يطلب منها تغيير رئيس المؤسسة الوطني للنفط هل أصبح الجدران هو الذي يشتر الشروط على الحكومة أليس هو موظف عند هذه الحكومة أنت قلت أنه يقوم بذلك منذ ثلاث سنوات نعم لأنه يسيطر عليها في سيطرة حفتر وبالتالي الحكومة ليس لديها نعم توقيت السيد حفتر يا سيدتي أضار النفط هذه ملك للليبيين والجيش الوطني الليبي تأخر في تحريرها لأنه منهك في معركة الإرهاب في بنغازي وفي درنة والآن استعاد بنغازي واستعاد المبادرة والآن هي الفرصة السانحة لتحرير هذه المواني ليس فقط تحرير هذه المواني الجيش الليبي سوف يستمر لدحق كل الميليشيات التي وضعت ليبيا في هذه الفوضى والتي أيقن الآن المجتمع الدولي أنه لا سبيل لأي حكومة أن تعيش تحت ظل هذه الميليشيات التي تنتشر في ليبيا أفقيا ورقيا واضح